بالنظر إلى حجم وعدد الصواريخ والطائرات المسيارة التي أطلقتها إيران ضد إسرائيل قبل أيام فإنه هجوم كبير وغير مسبوق لكن إذا نظرنا من زاوية أخرى نحو نتائج هذا الهجوم فإن وجهة النظر على الأرجح قد تختلف فبحسب التصريحات الإسرائيلية والغربية فإن 99% من الصواريخ والمسيارات الإيرانية أسقطت قبل أن تصل إلى أهدافها والبقية لم تسفر عن أضرار تذكر الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بشأن أهداف الهجوم الإيراني وهل كان الطهران تريد فعلاً إلحاق الضرر بالمواقع الإسرائيلية المسادفة أم أن الهجوم لم يكن إلا رسالة إلى تل أبيب وحلفائها لتأكيد قدرة إيران على مهاجمة إسرائيل لا سيما أن نظام طهران أعلن عن موعد الهجوم وأبلغ عدة دول بموعده كذلك وبينما قال الإيرانيون إن هدف العملية ينحصر في الرد على الهجوم الذي شنته طائرات إسرائيلية على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق نافين بذلك أي ربط بين الهجوم على إسرائيل والحرب الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر فإن كثيرا من المحللين يرون أن الهجوم الإيراني قد أثر سلبا على مجريات المعركة السياسية والعسكرية في غزة إذ أعاد الهجوم الإيراني الإصفاف الغربي خلف إسرائيل بعد أن كانت عزلتها الدولية تتصاعد يوما بعد يوم بسبب ما يرتكبه جيشها من فضائع ضد المدنيين في القطاع الفلسطيني كما أن الهجوم الإيراني بحسب بعض المحللين رمم صورة العسكرية الصهيونية التي مزقتها المقاومة الفلسطينية في معارك طوفان الأقصى ليظهر كيان الاحتلال كما لو أنه استعاد توازنه عسكريا وإن كان ذلك بمساعدة غربية بفضل النصر المجاني الذي أهداه له النظام الإيراني اشتركوا في القناة